يقوم الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيارة إلى برلين يومي السابع عشر والثامن عشر من يوليو الجاري على رأس وفد كبير يعقد خلالها لقاءات ثنائية مع رئيس الاتحادي شتاين ماير والمستشار الاتحادي أولف شولتس وعدد آخر من الأعضاء الباريزين بالحكومة الألمانية فضلا عن مشاركته في مؤتمر حوار بيترسبرغ للمناخ أعلن ذلك سفير ألمانيا بالقاهرة فرانك هارتمان مؤكدا أن زيارة رئيس السيسي إلى برلين من شأنها أن تؤكد من جديد عمق العلاقات الألمانية المصرية والاهتمام المشرك لكل البلدين بتعميق التعاون في مجال حماية المناخ والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وأضف السفير الألماني أنه بالإضافة إلى موضوع حماية المناخ الذي يمثل أولوية مشتركة سوف تتمحور هذه الزيارة حول الاحتفال بمرور سبعين عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والعلاقات الثنائية والتبادل الثقافي والاقتصادي كذلك حول قضايا إقليمية ودولية